أكثر من خمس سنوات مرت على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب نشاطها النووي وبرنامجها الصاروخي وتمويلها لأذرعها المسلحة في دول عربية عقوبات خلفت أضراراً فادحة للاقتصاد الإيراني وأدخلته في نفق الأزمات المالية فكانت الحصار الذي أجبر نظام طهران على الرضوخ للغة المفاوضات ورغم انخراط طهران في عدة مفاوضات مع الغرب آخرها مساعي الإفراج عن أموالها المجمدة غير أن استجابة البنوك الأجنبية التي تحتفظ باحتياطات النقد الإيرانية لما يعرف بالعقوبات الثانوية لمنع وصول إيران إلى احتياطاتها دفع عملتها نحو الهاوية ووضع اقتصادها في مرمى أزمات ميزان المدفوعات وجعل القيام بالأعمال التجارية في الخارج بعيدا عن متناول الحكومة والشركات وبحسب تقرير سابق لصندوق النقد الدولي انخفض إجمال احتياطات إيران من النقد الأجنبي إلى 115 مليار و400 مليون دولار أواخر نيسان عام 2020 وأشار تقرير الصندوق إلى أن السلطات الإيرانية لا تستطيع الحصول إلا على احتياطات بقيمة 12 مليار دولار فقط منذ تشرين الأول عام 2021 بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية بشكل أكبر من ذي قبل وباستثناء العراق الذي أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق مع حكومته لاسترداد نحو ثلاثة مليارات دولار من أموالها في بغداد فإن لدى إيران احتياطات كبيرة في كوريا الجنوبية واليابان كما يحتفظ البنك المركزي الإيراني بحسابات في عدة دول أخرى مثل الصين وألمانيا والهند وتركيا والإمارات من دون مقدرة الوصول إلى تلك الأموال من جهة أخرى أدى قمع التظاهرات الوحشي داخل المدن الإيرانية منذ انطلاقها في أيلول العام الماضي إلى تأزيم وضع النظام المالي بفرض الغرب المزيد من العقوبات ضده خاصة بعد اتهام ظهران أمريكا ودولا أوروبية بالوقوف خلف التظاهرات ودعمها ماليا ومخابراتيا في محاولة للتخطية على الانتهاكات الواسعة